ألمود والله يا أخيتي كنما أنت مبعثت ليش وتصدمت شنوه إذاك الساعة إينا تبهمت أيوة سيدة مستمينة مش تتلعوا لكم مش تتفرجوا فينا مش يعودوا تفرجوا فينا على الفيسبوك وفي اليوتيوب مش تشوفوا تصاور هك حاجات متاع فيش نحكيه وعلى شنوه نحكيه بالضبط أعطينا ريمش فهمت راه هو الأسبوع الموذة فاشن ويك السنة عمل أثار العديد من الجدل كيفاش عمل صدمة كبيرة للحضور وللصحفيين والمواقع التواصل الاستماعي به هو السنة برشا 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 يعني ديار موذة مشهورين ومعروفين شاركوا في أسبوع الموذة كيما سيكيا باريلي فيكتور أندرولف راول ميشرا وكريستيان ديور إلى أخيره وبرشا أسماء عديدة تذكر تذكر وكانت المنافسة قوية أما السنة عملوا ضربة قوية ما شاء الله يعني خرجوا على العلم الداول وخرجوا على المألوف على المألوف صحيح كيما شفنا فما لبسة اللي هي محطوطة على جنب ما شاء الله معناها الراب من كانت ملبوسة واللي نهزينها عليك كيفاش عاملينها الفزهديك كيفاش تتعمل هو فيكتور أندرولف عمل تحدي بالنسبة لي هو تحدي بين الجاذيبيا والمعقول وانا تعرف شنو التحدي اللي مش في بالي كي ترقد في العصر والمغرب لا لا كي ترقد قبل المغرب بين العصر والمغرب الحلمة اللي تحلم مقلوبة هتفت فيم شروب لا يومان ما عتك تشوف تصور ترى روبة يعني من رومان ما تتلبسك كيكة تولي تتقلب تلقى العب رأسا على عقب هي فساتين ملبوسة رأسا على عقب والحاجة اللي هي كونها مصنوعة متول والتول اللي احنا نعرفوه كونه ما يقفش كيكة كيفاش وقفوها خدمة كبيرة بلك فهمها كل وقف اللي نعرف تحت في الروب هي ديجار روب عبارة متجمدة يعني عبارة بدك حطولها سيليكون كيفاش خدموها الله شوف انت خدمة كبيرة ما انك كنت معناها مختصة في الشي هدي زع ماشتون تصور عملوها بوصلق ماشا ديكا يتحطى كيكة في الفوهم هديكا في الفوهم هديكا رو اش قلت لك فما بارشة خدمة خدموها فما حاجة يتوقفوا بيها فما بش نقول قال ما هوش قال بش نقول طانك تشفو طانك تشفو طانك تشفو يخرج يصرح يقول شعمل ايه نعم يتكسر المنارات نعم ديجار هي نشوف تصويرها معناتها متعاراة مكتبع لها اقف الباك اقف الباك صحيح هي جمعة القطاع الكلاسيكية في شكل عربي معناها هو اقف دانيال روسبيري استوحى الملابس متعه هذي كان من رواية رحلة للجحيم متع دونتي ار بيلي يصروا شيرج في هالعروضة دي من هالعروضة ديجارة هو المصمم ما يخرج لكش حاجة هكيكة هو اخذر المصمم يخرج لك تصميم من ناحية حاجة واقعية عاشها وإلا من خياله وإلا خاصة حاجة واقعية عاشها وإلا من رواية قرار رواية عجبته وخرج منها الحاجة هكيكة يعني أسبوع موضة غريب جدا أسبوع موضة غريب جدا وفيه برشة كان عنوانه عنوان أسبوع الموضة الهاشتاغ متاعه شنية كانت باري فاشنويك باري فاشنويك ولكن لا علاقة له بباريس فاشنويك نشوف أن الصورة دي يصر فلسفية يعني هو كل هي هو تنافس هو صار تنافس كبير ما بين الديار الأزياء الموجودة في باري ساحية العالمية وكل واحد خرج على كيف طيب احنا شوفنا ديار ديار خرج بحاجة كلاسيكية لبسة يعني أزياء للرجال في الكولور الرمادي حاجة يعني تسمى كلاسيكية ما هيش حاجة والتنافس يخلق الابع بالضبط بينما اللي عملوا ضجة كبيرة هما كريستيان مش كريستيان ديار اللي عملوا ضجة كبيرة فيكتور اندرولف وإلا سيكيا باريلي هما الزوز عملوا ضجة كبيرة بالما لابسة متاحهم احنا شوفنا شاسمها كايلي جينير يعني أول واحدة خطفة الأضواء بالفستان الأسود ورس السيد على جنب فهمتني وإلا دو جاكات بالفستان الأحمر المرسع اللي هو حتى من الجسم متاحة تغطى بالأحمر هذيك وبالكعبات الكريستال اللي مرسعي كريستال 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 وشوفنا زيدا نعومي كامبل اللي لبست الجاكات الأسود بالفر ومتعذيب الأسد ورأس الأسد الأسود وشوفنا زيدا شالوم هارولي اللي لبست الفستان اللبيض والنمر الثلجي أما الحاجة الباية في اللبسة هذية وفي التصاميم هذية كونها لكلها تصنعت باليد أنتي كتشوف رأس الحيوان تقول بش ينطق الأسد بش ينطق الذيب بش ينطق فهمتني بينما هما تصنعوا بالصوف وتصنعوا بالحرير وتصنعوا بالفوم وبالفوم وتخيطوا وترزوا باليد فهمتني الهوني فهمة المناسرين للحيوانات قالوا عليش تقتلوا في الحيوانات هاكم تنجمة تصنعوا الروس وحدكم متنجمة يعني فيها برش رسائل فيها برش رسائل فيها برش رسائل هذي الحاجة اللي خرجنا بها اليوم الحاجة المهمة اللي هي رينا الخروج على المألوف رينا جرأة كبيرة في التصاميم جرأة كبيرة عالمية ورينا اللي المصمم ما ينجمش يكون مقيد بحاجة معينة ينجم يخرج الحاجة اللي فيه ينجم يكون بالتصاميم يعبر على صغره يعبر على الرومانسية اللي عاشها يعبر على الخوف اللي عاشه يعبر في برشة حاجات الهوني أنا نقول نوجه نوجه كلمي للسانتر في تونس سوى اللي تاتيكو الالبريفي خليوا التلميذ اللي يقرأ يخرج إبداعات ومتقيدوهوش بحاجة معينة ونتمنى كيف يعملونا دي دفيلي كبار كيف نحكي ويخليوا تليم اللي تخرجوا من اللي سانتر يخرجوا إبداعاتهم احنا رينا عمناول في سانتر المستير كيف خرجوا موديلات مزيانين بالنسبة اللي نحنا الستيليست نقولهم مزيانين بالعباد اللي تخرجوا فيهم اللي خلي يقولوا شنية لبسة اللي خرجوها هذيكا ها مخرجين من البلاستيك ها مخرجين راب من شنية يشوفوا حاجة ميش دارجة وحاجة رار ماي وقت لي هي احنا في تونس ما نلبسوهاش هما حتى هما غاديكا ميلبسوهاش مايش مرسى تصور انه بشي خضروبة ملبوسة بالعرض يعني وخرج بها بالمقلوم وشو يلبسة لكن جوز هو بشي يوصل بها فكرة ويعم بها خرج الفكرة متاعو خرج الحاجة اللي عنده لداخل الفون متاعو واضح وان شاء الله نشوفوا حاجاتها كافية انت كامو سمعتين رايك في الفاشن ويك عجبتني عالاخر حسيت كشغت عليها اي اكيد جدا اي عجبتني عالاخر خاطر تحس خرجوا الفون اللي فيك خرجوا المصمم اللي عندك الفكرة اللي عندك الفكرة اللي يتمنى اي تونسي في تونس يصمم حاجات كيف هايك يكون ليبر ما يتقيتش بحاجات معينة حتى اذا كان تحطوا منعرش انا في دار عرض وإلا في مطحف وإلا النسي سير يخرج الحاجة اللي عنده ان شاء الله هنجي ونهار نعمل ان شاء الله يا ربي شوف ريم انتي بش نسألك حسب العرض اللي شفتو اعطيني اسم الاصبوع الموضة من عندك انتي وانتي زادة بش نعطيك سؤال عزيزة سميهولي حسب مخق لو كان انتي جيت نجم تقترح عليها بعد شو تسميه اصبوع موضة شنو اعطيه اسم وانتي تعطيه مصر نعرش الحقيقة نجم يكون اصبوع الجرأة صحي اي اصبوع الجرأة او اصبوع الاختلاف او ما يمشي اصبوع الجرأة اكثر انت عزيزة شو تسميه انتي عاد فنانة عاد تفهم في الفن والله انا ريت برش جنن فكرات مجنونة صحي جنون الموضة جنون الموضة يعني ممانيج ممكن جنون جنون الموضة موضة بلا قيود موضة بلا قيود مرسي بكوري موضة كنت حضرت معنا في الامات اللي هي ربريكة متاعك عملت عليها جو اينا لحقيقة خليل الكلمة لاخرية ديك بانسور شنو شتقول الجماعة اللي تفرجوا في الفاشن ويك المستمعين شنو تنصحهم شنو والله نواجه كلمتي للمستمعين تبعونا ديما بش تلقاوا عنا جديد كل أسبوع ان شاء الله في كل أسبوع بش نحكيوا على حاجة جديدة ونواجه كلمتي مرة أخرى للي خليوا اللي يقرأوا يخرجوا الطاقة اللي عندهم بخاطر برسمي عنا طاقات مراهيبة ما شاء الله اي لجون تاول اللي خارجين ما شاء الله حاجة ياسر ممزينة بصحيح يعطيكم الصحة خلينا يمشيوا مع رمي عايش اسما خلي يحكينا شوية على الحب خاطر رحنا نقصين